سلام عليكم تحية من قناة وصفات ونفذواء الرحب بجميع المشتركين القدم وحتى جدد الرحب بكم ان شاء الله محتوى القناة يكون عجبكم لا تنسوا تضغطوا على زر الجرس ليصلكم الجديد وصفتنا اليوم طبق المعدنوسية بالدجاج طبق بزف بزف بنين وراقي في التقديم تقدروا تحتمدوه كطبق لرمضان ولا طبق للطيوف والعائلة دلت لكم ديجا زوج وصفات من معدنوسية في القناة معدنوسية بالحم كفت او الحم المرحي ودت لكم من معدنوسية بشوف لغرح نخليكم الوصفتين في بطاقة اخر الفيديو او في شاشة النهاية للفيديو ومعدنوسية بشوف لغرحي بزف بزف بنينة وهذا وقت شوف لغرح نتمنى باش تجربوها اكيد رحات تعجبكم قبل ما بداف الوصفات على اليوم نذكركم بجيم او لايك الفيديو قبل المشاهدة وخلوا لي تعليق مشجع ومحفز كما عدتوني اذا اعجبتكم الكيفية ما عليكم غير تبطجوها بين الأحباب والأصدقاء ونقل لكم مشاهدة طيبة نبدأ على بركتي الله في وصفتنا نجيبو كوكوتولات نجرا نحط فيها ملعقة كبيرة عسمن مع شوية عز زيت نفكره في ملعقة ملعقة صغيرة من الفانينة ونضيف كبيرة ارى فظفت ملعقة لغرح من الجميع كبيرة من الملعقة وحفظت ملعقة الصغيرة من الجميع نضيفها في الأول مع البصل ونخلطها ومن بعد نضيف الجاج نخلط هذه الفارينة مع البصل ومع الجاج هذه الفارينة ستعطيني قوام رائع للمرقات يعني المرقات ستجيني خاطره وبزيف هيلاء في القوام ضفت هنا كمية على الملح الملح شوية زيادة لأنه سوف نحتاج شوية على المرقات مبعد تشوفوا في وسط الوصفة ضفت الفلفل أسود كمية على الكركم وشوية على السكنجبير ونضيف عودة صغيرة على القرفة ونبدأ أن نقلي في هذا الجاج مع البصل كما تشوفوا يدخلوا فيه كامل التوابل ومن الجهة الأخرى نحط الماء يسخن حتى المرقات ستجيني ولكن هناك يتمرقوا دائماً مرقوا في الجنب حتى لا يسماط لكم الجاج ولا للحم وثاني لا تكتروا بزيف الماء كل ما تشوفوها نشف تزيدوا الماء لأنه كون تضيروا بزيف الماء راح يسماط لكم الجاج ولا للحم نقوم بزيف الماء ونضيف الماء ونضيف الماء ونضيف الماء ونضيف الماء للمرحلة الثانية لنضيف الماء فهم مقلات ونتبه فيها مقلات حبة بصل مكتعة كما تشوفوا مع الفصل راح نقلة على نار قليلة حتى نشوفوه هدك البصل ادبال تماماً إذا كنتم نسيته جامحة بيباتي ما تبيكم تحطه الان تتلعنا الوصفة في محرك البحث نضيف كمية بولياشي أو الدجاج المرحي نضيف 400 جرام نضيف ملعقة الخشب نضيف ملح والتوابل نضيف ملح والتوابل نضيف ملح والتوابل نضيف ملح والتوابل نضيف ملح النار كما نرى على النار نقلي ليس تقلي ولا يتحمر يعني أبدو بيض هنا نقص لنار ونقوم بالحرك نقص لنار يتصف ملح مباشرة نضيف بقية المقادر هنا اول حاجة نضيفها هي الفخوماج قطعة فخوماج بلون او ربعة او ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة جبن هو سخون لكي يضب لكم معه يضبوا الفرشيطة وبدأوا هكذا تعبزوا كما تشاهدوا حتى يندمج و تشاهدوا انه فخوماج يضب مع هذيك السخانة نضيف ربطة المعدنوس يحتوي على كمية معدنوس نقطع ربطة المعدنوس نقطعها ثم نضيف زوج ملاعق كبار الخبز المرحي نضيف الكاس تقريبا نضيف المرقة نضيف المرقة ونضيفها مباشرة للمزيج لكي نضيف المعدنوس خفيفة كايك او مسكوتو ثم نضيف المقادير المضبوطة نضيف المقادير المضبوطة ثلاثة متوسطة نضيف المرقة ثلاثة متوسطة فتقريبا ونضيف المزيج للمزيج تحصل على الخالد والذي يكون كوبا نقطع جاري كي لكم هذا هو القوام المزيج المعدنوسية التعنى نضع المعدنوسية التعنى نضع المعدنوسية التعنى نضع المعدنوسية التعنى نضع المعدنوسية التعنى اضافة تحميرها قليلة او خفيفة اضافة تبرد على جهان المرقة اضافة الحميسة اضافة 5 دقائق اضافة تحمير الفن اضافة الطبقة اضافة تدفع اضافة مربعات اضافة مربعات اضافة تقديم الطبق اضافة مربعات اضافة تقديم الطبق اضافة تغلق اضافة تشغيل اضافة تلك طبق طبق بسبب الطبق اضافة تحميل اضافة تقديم الطبق ونقل لكم هذه هي وصفة ناتع اليوم نتمنى تكون عجبتكم نضرب لكم موعد في الأيام القادمة إن شاء الله في وصفات جديدة مع السلامة